الرئيس السيسية طلق التهاني من الوزراء وكبار رجال الدولة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات انتاج الهايدروجين الأخضر ويشهد مراسم التوقيع على اتفاقية لتطوير مشروع طاقة الرياح بمنطقة غرب سهاج وإدانة أوروبية واسعة لتعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب وسط تحذيرات من تضرر الملايين قراء الخطوة السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثلاثة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على تلفزيون مصري أهلا بكم بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حرفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناسبة حلول العام الهجرية وأعرب رئيس مجلس النواب في برقيته عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات للرئيس السيسي بموفور الصحة ودوام العافية سائلنا الله أن يسدد بالتوفيق كل جهد مخلص يسعى لتقدم مصر كما بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة للرئيس السيسي لمناسبة العام الهجري أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية سائلنا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية عليه وعلى مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد وأعرب مدبولي عن أطيب التمنيات للرئيس السيسي بهذه المناسبة العطرة كما عاهد رئيس الوزراء الرئيس السيسي بمواصلة الحكومة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق التنمية الشاملة في كل أرجاء الجمهورية كما بعث رئيس الوزراء برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس السيسي لمناسبة العام الهجري الجديد وأعرب توفيق في البرقية عن أصدق التهاني وخالص التمنيات للرئيس السيسي بدوام التوفيق والصداد كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بهذه المناسبة وبعث وزير الداخلية تهنئة للفريق أول محمد الزكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب ومفتي الجمهورية محمد مختار جمعة ووزير الأوقاف شوقي علام أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بقطاع الشركة الناشئة وملف ريادة الأعمال مشيرا في هذا الصدد إلى قرار المجلس الأعلى للاستثمار بإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركة الناشئة جاء ذلك خلال لقاء بمقر الحكومة بالعالمين الجديدة مع مسؤولي شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال والشركة الناشئة حيث أكد رئيس الوزراء الاهتمام الكامل بإنشاء المنصة الخاصة بريادة الأعمال والشركة الناشئة مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مع انطلاق في هذا الصدد وموجها بسرعة عقد اجتماع حول هذا الشأن عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات في مجال انتاج الهايدروجين الأخضر وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة متابعة المستجدات الخاصة بالمشروعات التي تم الاتفاق عليها في مجال انتاج الهايدروجين الأخضر مضيفا أن الدولة تحرص على تخديم مختلف الحوافز الممكن لتنفيذ تلك المشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية ذلك ضمن توجهها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر مجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لبدء الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة الرياح بمنطقة غرب سهاج بقدرة 10 جيجاوات وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة أكوا باور السعودية وبموجب الوثيقة الموقعة بشأن تخصيص الأرض لمشروع طاقة الرياح في صعيد مصر فإنه من المتوقع أن يولد المشروع عند اكتماله رياحا بقدرة نحو 50 ألف جيجاوات في الساعة من الطاقة المتجددة سنويا كما أنه يخفض 2.4 مليون طن من انبعثات الثاني أكسيد الكربون سنويا فضلا عن توفير الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية استقبل مطار القاهرة الفوج الأخير من حجاج القرعة لهذا العام ليكتمل بذلك وصول أفواج حجاج القرعة إلى أرض الوطن يأتي ذلك بعد أن أدى الحجاج مناسك الحج وفي ضوء التسيرات التي قدمتها بعثة حج القرعة لهم بالتنسيق مع سلطات السعودية خلال فترة آدائهم المناسك اكتمل وصول أفواج حجاج القرعة إلى أرض الوطن بعد أن أدوا مناسك الحج في ضوء التسيرات التي قدمتها بعثة حج القرعة لهم بالتنسيق مع سلطات السعودية خلال فترة آدائهم المناسك فقد استقبل مطار القاهرة الفوج الأخير من حجاج القرعة لهذا العام مدعنا وانبسطنا وكانت حاجة فرحة جميلة وانبسطنا جامد وقبل كل سنة يا رب كان فيه متابعة وناس محترمة وناس محترمين وكلها بعثة كويسة وكل سنة وانتوا طيبين رحلة جميلة 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 ويا رب اكتبها لكل مس واجعلنا سعادات بها واجعلها بعودة لنا ولكو يا رب العسل والحج عسل وكل حاج عسل الحمد لله وتمت بخير والحمد لله رحلة حجاج القرعة لهذا العام كانت متميزة في خدماتها والتيسيرات التي قدمتها وزارة الداخلية للحجاج طوال فترة آداء المناسك فقد كانت إقامتهم في فنادق مجهزة بكافة وسائل الراحة بمكة والمدينة وتتميز بقربيها من الحرامين الشريفين أحلى حجة وعبال كل مشتاء والداخلية أمد بالواجب على أحسن اجتماع فنادق وأكل وشرب وكله تمام التمام زي الفل عمالنا حجتنا والحمد لله بكات الفنادق والفل قريب جدا والله من المناسب والإجراء كالسهل وكل حاجة كالسهل والحمد لله وجاهم مبسوطين وعالي العام متشكرين لوزارة الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي وقد حققت بعثة حج القرعة نجاحا كبيرا في توفير الخدمات للحجهج وهو ما أشادوا به كل حاجة تمام والإجراءات كلها تمام حتى الانتقالات برضو كانت كويسة والخدمات بتاعة البعثة برضو متوفرة كويسة وأعضاء البعثة برضو كانوا معنا في كل مكان وكنا بنتنقل من مكان لمكان بكل راحة وكل هدوء البعثة المصرية محترمة وكل جاء وكانوا من الناس محترمين ويا ربي يا ربي تنجوها واتشوفوها يا ربي كل التحية وكل الشكر للبعثة بزارة الداخلية اللي نظمت البعثة الحج هذا العام باقتدار ضباط وأفراد بعثة حج القرعة كانوا يسارون على راحة الحجاج وتلبيات احتياجاتهم مع وجود ضباط في مطاري القدوم والمغادرة بالمدينة وجدة الحمد لله رب العالمين فنادق مميزة فنادق قريبة جدا من الحرم ما شاء الله أعدمنا الخدمات المناسبة لنا والفنادق كويسة ممتزة جدا نشكر وزارة الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيس فرحة كبيرة وسط الأهالي وهم يستقبلون الحجاج عقب خروجهم من الصلاة الموسمية بمطار القاهرة تعلوا وجوههم أنوار إيمانية وفرحة كبيرة بآدائهم فريدة الحج من ساعة ما خرجنا من هنا ما شاء الله كان فيه تنظيم كويس جدا واستقبال للناس وشوفنا فيه حالة إنسانية كانت حلوة قوي بصراحة ما بين الناس اللي بينظموا ما بين أمهاتنا أو أبهاتنا اللي طالعين حج يعني نحن ممكن نكون صغيرين شوية أو مش محتاجين مساعدة لا بالله الناس هنا كلهم بيساعدوا الحمد لله عدت على خير وبقنا قويسين ورجعنا بسلامة الله لأرض الوطن والموزارة كانت قايمة بشغلها والله الزباط والناس والفرقة اللي كانت معانا يعني كان قايمين بشغلهم جامد قوي والحمد لله عدت قويسين الحمد لله الحمد لله إن إحنا حجينا واتبسطنا وروحنا وزرنا وعقبالكم ربنا يبرك لكم ووفاء هكذا كانت الرحلة الإيمانية والروحانية لهؤلاء الحجاج ميسرة كانوا فيها ضيوفا على الرحمن عادوا وكلهم أمل أن تغفر ذنوبهم عادوا وسط رضاء تام بكل الخدمات والتيسيرات التي قدمت لهم خلال فترة رحلتهم المقدسة تلقى وزير الخارجية سمح شكر اتصال هاتفية من وزيرة خارجية النرويج عني كان حايتفيلد ذكرت وزارة الخارجية في بين لهنا لاتصالتنا ولا سبول دعم وتعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين والمسجدات الخاصة بالأوضاع في سودان والقضية الفلسطينية وأكد شكر خلال الاتصال تطلع مصر والنرويج لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات من جانبها أشدت وزيرة الخارجية النرويجية بالمبادرة المصرية بعقد قمة دول جوار السودان معاربة عن تطلعها لأن تسهم جهود دول جوار السودان في حل حالة الأزبة السودانية ووقف الحرب الدائرة وفي ملف الأزمة روسية الأوكرانية قال الرئيس روسيل فادمر بوتين إن موسكو لديها مخزون كاف من الذخائر العنقودية وفي أول تصريحاتي حول تسليم الولايات المتحدة الذخائر العنقودية لأوكرانيا أكد بوتين أن روسيا تحتفظ بحق الرد في الاتخاذ إجراءات مماثلة إذا استخدمت أوكرانيا تلك الأسلحة أود أن أشير إلى أن الاتحاد الروسي يمتلك ما يكفي من مخزون الذخائر العنقودية باختلاف أنواعها وحتى الآن لم نقم باستخدام الذخائر العنقودية ولم تكن لدينا حاجة إلى ذلك رغم نقص المعروف في الذخيرة لدينا أيضا في فترة ما لكن بالطبع إذا تم استخدامها ضدنا فإننا نحتفظ بحق رد بالمثل أعلنت أوكرانيا استعادة 18 كيلو متر مربع تسيطر عليها روسيا حول مدينة بخموت شرقي البلاد كما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية استعادة 180 كيلو مترا مربعا جنوبي البلاد منذ بدء الهجوم المضاد مطلع يونيو كانت أوكرانيا قد أقرت في الفترة الأخيرة بمواجهتها صعوبات في القتال داعية الولايات المتحدة ودولا حليفة أخرى إلى تقديم أسلحة طويلة المدى ومدفعية أجرت عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلنطي اختبارا في لتوانيا لحماية المجال الجوي لمنطقة بحر البلطيق وذكر مكتب الشؤون العام للقيادة الجوية للحلفاء أن الناتو اختبر كيفية العمل على الأرض وفي الجو بشبكة تساعد في حماية المجال الجوي للحلف حيث قام العديد من الحلفاء بنشر أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي السطحية والطائرات المقاتلة إلى ذلك أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك شوليفان توصل الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس إلى اتفاق بشأن ضرورة تقديم المساعدات إلى أوكرانيا وأشار سوليفان إلى أن بعض الجمهوريين طالبوا بالتوقف عن تقديم المساعدة لأوكرانيا لكن زعيمه في مجلس الشيوخ أكد في بيان المشترك مع زعيم الأغلبية الديمقراطية أن المساعدة لأوكرانيا لا تدخل ضمن الاتفاق حول سقف الدين بين الرئيس بايدن والجمهوريين أعلنت روسيا تعنيق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وأكدت بعثة روسيا بالأمم المتحدة عن القرار الروسي نهائي وأن موسكو لن تجري المزيد من المحادثات بشأن الاتفاق هذا وقلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن موسكو أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة رسميا بأنها تعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود كان الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي يهدف إلى تخفيف وطأة أزمة الغذاء العالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية التي عطلتها الحرب في أوكرانيا وفي رسالتها إلى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أكدت روسيا أن انسحابها من اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود يعني إلغاء ضمانات سلامة الملاحة التي أصدرها الجانب الروسي وفي المقابل قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش قال إن اتفاق موسكو مع المنظمة الدولية لتسهيل صدرات الحبوب والأسمدة الروسية قد انتهى أيضا وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن إحباطه الشديد لتجهل الرئيس الروسي اقتراحه بتمديد اتفاق الحبوب معتبرا أن القرار سيوجه ضربة للمحتاجين في كل مكان وصفت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أرسولا فوندرلاين قرر روسيا بتعليق اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود بأنه خطوة أنانية وأضافت فوندرلاين أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل لضمان الأمن الغذائي للدول الفقيرة من جانبه قال البيت الأبيض أن تعليق روسيا لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود سيؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي ويضرب الملايين بينما اعتبرت الحكومة البريطانية أن إعلان روسيا إنهاء الاتفاقية مخيب للأمال هذا ودعت الحكومة الألمانية روسيا إلى تمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب وقالت المتحدثة باسم الحكومة إن النزاع يجب أن لا يتم خوضه على حساب الأكثر فقرا معربة عن أملها بأن لا يقتصر هذا الاتفاق في المستقبل على مهلة زمنية محددة أو قصيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لإجراء محادثات تستمر ليومين تهدف إلى دعم الاقتصاد العالمي المتعثر ستكون الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة المديونية على رأس جدول الأعمال حيث تتحمل أفقر دول العالم العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية في حين أنها تحتاج إلى أموال أكثر من أي وقت مضى لمكافحة تغير المناخية أعلنت الصين تسارعا في نموها الاقتصادي في الربع الثاني من العام بلغ ستة وثلاثة من عشر في المائة رغم تعثر الانتعاش بعد جائحة كورونا ورغم أن مؤشر المبيعات سجل ارتفاعا إلا أن وطيرته كانت أقل بكثير من المعدل المسجل في مايو مسجلة 12.7% رغم تعثر الانتعاش في ثاني أقبل اقتصاد بالعالم بعد جائحة كورونا وسلسلة من المؤشرات المخيبة للأمال أعلنت الصين تسارعا في نموها الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة ستة وثلاثة من عشر في المائة الأرقام الجديدة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني أظهرت تحسنا في الانتاج الصناعي بنسبة أربعة واربعة من عشر في المائة في يونيو في مقابل ثلاثة وخمسة من عشر في المائة في الشهر السابق ومع أن مؤشر المبيعات سجل ارتفاعا بمعدل سنوي مع زيادة نسبتها ثلاثة وواحد من عشر في المائة إلا أن وطيرته كانت أقل بكثير من المعدل المسجل في مايو مع 12.7% إلى ذلك بلغ معدد البطالة في صفوف الشباب الصينيين بين سن 16 عاماً واربعة وعشرين عاماً مستوى قياسياً جديداً في يونيو مسجلاً واحد وعشرين وثلاثة من عشر في المائة كما عرفت مبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر في يونيو تباطؤاً جديداً وطبقاً لمحللين استفادت أرقام نمو إجمالي ناتج المحلي في الربع الثاني من المقارنة مع العام الماضي الذي شهد نمواً متواضعاً في الربع نفسي عند أربعة من عشر في المائة متأثراً بالإغلاق الذي كان مفروضاً على عاصمة البلاد الاقتصادية شنغهاي وحددت الصين هدفاً للنمو إجمالي ناتجها المحلي لهذا العام عند مستوى 5% لكن قد يصعب تحقيق ذلك بحسب رئيس الوزراء ليتشيانجا واسطة حديات اقتصادية جامة تحيط بالاقتصاد العالمي أظهرت بانات رسمية ارتفاع معدل الاستهلاك اليومي لمصافي النفط في الصين بنسبة بلغت 1.6% ذلك مع استئناف المصافي العمليات بعد استكمال الصيانة التي تجرى في الربيع وزيادة الانتاج لتلبية الطلب على السفر في فصل الصيف كشفت بانات من المكتب الوطني للإحصاء أن إجمالي معدل استهلاك المصافي في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بلغ 14.83 مليون برميل يومياً وذلك خلال الشهر الماضي جولة أسادسة الإخبارية مشاهدين لا تزال مستمرة وتتابعون فيها حرائق وفيضانات وارتفاعات كبيرة في دراغات الحرارة أبرز تأثيرات التغيرات المناخية الحالية في أنحاء العالم حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب الشرقي للبلاد في الأيام القادمة إلى 40 درجة مئوية وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية قد أعلنت حالة التأهب في تسعة أقاليم بوسط وشرقي البلاد وفي إقليم الألب البحرية أصدرت السلطات الأمريكية تحذيرات بسبب ارتفاع الحرارة في أنحاء الولايات المتحدة الغربية والجنوبية حيث تجاوزت درجات الحرارة مستويات قياسية حثت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية حثت الأمريكيين على أخذ هذه المخاطر على محمل الجن موجة حر شديدة الخطورة تكتاح غرب الولايات المتحدة وجنوبها وفق ما أعلنت خدمة الأرصاد الجوية بعدما وصلت درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية في بعض المدن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية حذرت من استمرار الوضع على حاله لفترة بالنسبة لأكثر من 90 مليون أمريكي تبلغوا انذارا بارتفاع كبير في درجات الحرارة في فينيكس كبرى مدن أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة من المتوقع أن تصل الحرارة إلى 47 درجة مئوية لليوم السادس عشر على التوالي ارتفاعا من درجات حرارة قصوى مسجلة سابقا عند 43 درجة مئوية وسيوضع جزء من الولايات في مستوى الانذار الارجواني إلى مستويات حرارة قصوى نادرة ويمثل أعلى مستوى انذار لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية وفي جنوب كاليفورنيا تسعى فرق الإطفاء لإخماد العديد من الحرائق العنيفة منذ الجمعة والتي أتت على أكثر من 1214 هكتارا وأدت إلى إجلاء السكان ووفقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية فإن موجات الحرارة تحدث بشكل متكرر أكثر من ذي قبل في المدن الكبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة وازدادت وطيرتها بشكل مستمر من متوسط موجتي حرارة سنويا خلال ستينات القرن الماضي إلى ست موجات كل سنة خلال العقدين الأولين من الألفية الثالثة أصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوكيول توجيهات ببذل كل الجهود الممكنة للتعامل مع الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البلاد منذ أيام مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 49 شخصة وتتعرض مناطق وسط وجنوب البلاد لأمطار غزيرة منذ الخميس الماضي مع وصول موسم الأمطار الذي يبدأ في أواخر يونيو إلى ذروته توجه كندا موسم غير مسبوق من حرائق الغابات المستعرة التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات وتوجه الأقاليم الشمالية الغربية الكندية موجة غفاف شديدة هذا العام في الأيام الأخيرة تجاوزت درجات الحرارة الأرقام القياسية في بعض الأماكن على مدار أسابيع تواجه كندا موسما غير مسبوق من حرائق الغابات المستعرة في مناطق مختلفة التهمت مساحات غير مسبوقة من الغابات الأقاليم الشمالية الغربية تواجه موجة غفاف شديدة هذا العام وفي الأيام الأخيرة تجاوزت درجات الحرارة الأرقام القياسية في بعض الأماكن وحاليا هناك تسعة وثمانون حريقا نشطا في منطقة فورت ليرد اثنتي عشرة منها خارجة عن السيطرة السلطات الكندية أعلنت مصرع رجل إطفاء ثاني خلال مكافحة أحد الحرائق الضخمة التي تشهدها البلاد بعد يومين على مصرع إطفائية في غرب كندا آلاف النازحين يخيمون في بلدات قريبة من مواقع الحرائق لكن ليس أمامهم فرصة تذكر للعودة إلى منازلهم قريبا مع استعار النيران والتساع رقعتها سرعة الرياح التي بلغت 60 كم في الساعة تذكي الحريق رغم سقوط أمطار خفيفة وانخفاض درجة الحرارة في بعض المناطق المشتعلة التكلفة الاقتصادية لحريق الغابات تخطى التكاليف فيضانات البرتة في عام 2013 التي بلغت نحو 6 مليارات دولار كندي ويتجه الوضع لأن يصبح أكبر كارثة طبيعية في تاريخ كندا موجة ارتفاع درجات الحرارة والجفاف عززت الوضع الكارثي في كندا ففي السنوات الأخيرة شهدت البلاد ظواهر مناخية قاسية ازدادت حدتها وتواطرها بسبب تغير المناخ اعلن التحالف الوطني للعمل الاهلية التنموي بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية افتتاح عدد من المشروعات التنموية هذه المشروعات بقرى محافظة أسوان وجاءت الافتتاحات وسط أجواء احتفالية حضرها أهالي المحافظة شمالا أو جنوبا وفي كافة ربوع مصر يترك التحالف الوطني للعمل الاهلية التنموي بصمته في خدمة الفئة الأولى بالرعاية فهنا في جنوب مصر داخل محافظة أسوان يفتتح التحالف الوطني من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية إحدى كياناته عددا من المشروعات التنموية التي نفذت المؤسسة بالتعاون مع بيت الزكاة الكويتي في محافظة أسوان يمكننا أن أعيد أقول لحظة أننا نعمل مشروعات بحوالي 30 مليون جنيه المواطنين هنا بالذات الأقصر احتياجا يجب أن يعيشوا حياة دمائية وحياة كريمة فعلا طبعا نحن ننظر للحاجة وين الناس وشنو حاجتهم تكون عندنا دراسة ميدانية بالبداية بالتعاون مع الجمعيات المتواجدة مثل صناع الخير فهم يسألون الدراسات ونشرف عليها ونطالع ونتأكد من فعلا الحالات هذه محتاجة ومنها هنا نسوق حق المشاريع الخيرية هذه ونكفلهم إن شاء الله في هذه مسجدان تم افتتاحهما بقرية بلانا مركز نصر النوبة أحدهما أنشئ على مساحة 140 مترا ويسع لأربعمائة مصندي والآخر تم رفع كفاءته بالإضافة إلى دار حفظ للكرآن الكريم الجامعة كان تطوير يعني من زي الأول دلوقت اللهم صلى عليه ما شاء الله ربنا يصلحانا وحالهم يعني وضبوا الجامعة تاني وعملوا ترميمات تاني وعملوا ركبوا المكيفات تاني أقرب كلمة أنا أقولها أنه العمل فيه سخاء من العمل حب يعمل حاجة لأهل المنطقة قرب الجامعة للبيوت حاجة تاني يعني فطبعا الواحد بدلا ما يروح يصلي بعيد يصلي في المكان القريب عليه وفي إطار مساهمة التحالف في رفع كفاءة البنية التحتية وحل مشكلات عانى منها المواطنون هنا بقرية بلانا تم إنشاء محطة طنقية مياه للشرب يتم دخها للأهل تبقى للمواصفات القياسية نشكر كل المسؤولين على المحطة لأن هناك ناس كثيرة كانت تتضر من المياه دي في هذا الوقت هتشرب مياه نظيفة واتشرب مياه وانت مطمن يعني مياه نظيفة ومياه جريبة هنا وغير الأول يعني وفي ظل جهود التحالف بقطاع التمكين الاقتصادية الذي يعد أهم المحاور في مساعدة المواطنين تم تسليم مراكب صيد حديثة لأربعين وعشرين من صغار الصيادين من أهالي مركز كومومبو بالإضافة لأجهزة صيد وذلك بتكلفة إجمالية تقارب المليون ونصف المليون جنيه بارك الله فيهم ساعدونا بما يرد الله احنا كنا برضو مثل 30 شوية يعني في المعيشة دي فهم سهلوا علينا حاجات كتير استلمت مركب حضرتك تمام ونشكر جميع الصناع الخير والمتحالف الوطنيين هم ساعدونا وده مصد الرزق ده عند الاحالي المركب دي هي يعني روحي ودراعي وكل عيش يعني في صراحة حاجة حلوة ويوم عيده يعني مشروعات تأكس كم المجهودات المبزولة من قبل التحالف الوطني من اجل الفات الأكثر احتياجا والتي يجني ثمارها المواطنون في كل انحاء مصر اشهد رئيس الهيئة القبطية الانجلية القص اندريا زاكي بدور الدولة في دعم العمل التنموي من خلال مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الاهلي الذي واثق عليه مجلس النواب مؤخرا وثمن اندريا زاكي اقرار قانون التحالف الوطني مضيفا انه يتوقع مستقبلا افضلا للعمل التنموي في مصر وذلك من خلال مساعي جادة في خدمة ودعم الاسر الاكثر احتياجا ومساندة الحكومة في تخفيف الاعباء عن المواطنين وقال اندريا زاكي انه يعتز بالدور الفعال للتحالف الوطني وتدخل المؤثر في مساندة الدولة وهي تجربة رائدة ابطالها من المصريين التي جمعت ما بين مؤسسات العمل الاهلي والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة بهدف تقديم الدعم بجميع اشكاله هذا ويعمل التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي على دعم الاسر الاكثر احتياجا ومساندة الحكومة في تخفيف الاعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم وانطلق التحالف في شهر مارس من عام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الاهلي والتنموي حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة اهلية وكيانات خدمية وتنموية في ظل الجمهورية الجديدة هناك ارادة سياسية داعمة للعمل الاهلي تريد ان تحرره من اي قيود ادارية ليظل دور الجهة الادارية دورا تنظيميا فقط للعمل الاهلي من هنا جاءت فكرة التحالف الوطني والتي نشأت بشكل طوعي من خلال حوار مجتمعي موسع اكد على وجود ظهير داعم لهذه التجربة من كل اطراف العمل الاهلي في مصر التحالف الذي انطلق في مارس 2022 يضم 34 جمعية ومؤسسة اهلية وكيانات خدمية وتنموية باجمالي عدد متطوعين مشاركين 250 الف متطوع التحالف الوطني للعمل الاهلي يتواجد في 27 محافظة بما في ذلك كافة المناطق الحدودية والنائية وخلال عام 2022 بلغ اجمالي المواطنين المستفيدين من الخدمات التي يقدمها التحالف نحو 30 مليون مواطن حيث قدم التحالف خدمات طبية متقدمة وأولية معظمها في تخصصات مكلفة كطب الأورام وأمراض القلب وتركيب الأطراف الصناعية كذلك تم تقديم مساعدات اجتماعية لنحو 20 مليون مواطن تنوعت ما بين رعاية ايتام تجهزات الزواج للفتيات فك كربي غارمات كل ذلك جاء من خلال تمويل ذاتي من أموال التحالف الوطني دون الحصول على أي دعم نقدي من الحكومة بل بالعكس تم دعم المستشفيات الحكومية بمائة وستين مليون جنيه من أموال مؤسسات التحالف الوطني وخلال العام الجاري تم تقديم دعم نقدي شهري لأربعمائة ألف أسرى بإجمالي مليار وثلاث مليون جنيه ودعم نقدي موسمي لعدد مليون أسرى بإجمالي ستمائة مليون جنيه وفيما يخص حملة تنظيم أكبر حملة لتوزيع لحوم أضاحب المجان بإجمالي ثلاثين ألف رأس بتكلفة بلغت مليار ومائتين وستين مليون جنيه تغطي ثلاثة فاصل اثنين من عشر مليون أسرى بمحافظات الجمهورية التحالف الوطني للعمل الأهلي ترجمة فعلية لسياسات رسمت لعمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي تشمل الدخول في مشروعات مشتركة لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المواطنين الأولى بالرعاية ولتسليط المزيد من الضوء المشاهدين ينضم إلينا هاتفين الدكتور طلعت عبد الأوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الدكتور طلعت بعد التحية هي تجربة رائدة تجمع ما بين مؤسسات العمل الأهلي القطاع الخاص وأيضا مؤسسات الدولة السؤال هنا كيف ترصد دور العمل الهدي الجمعية في خدمة أهلين الأكثر احتياجا وما هي الخطة لتنمية الإحتاجات الخاصة بهم طبعا تجربة خريدة وتجربة رائدة وغير مسبوقة طبعا دي مش لجمعية ولا مؤسسة أهلية ولا اتحاد طبعا في مسميات للعمل الأهلي وجمعية في مؤسسة في اتحاد خليمي في اتحاد نوى في اتحاد عائم ودي كل دي تنص عليها القانون 149 ولكن الشاشة الموجود تحادث الواقل العمل الهدي الجمعي يحترف اختلافا فيه تشكيله وفيه أنشطه وفيه موارده وفيه يعني أمور كثيرة على سبيل المثال هو التشكيل نفسه بيتكون من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والقطاع الخاص والشخصيات الطبيعية والشخصات الاعتبارية وعشان كده حتى نلاحظنا في المؤسسين نفسيين هنلاقي فيه طبعا جمعيات ومؤسسات هنلاقي الاتحاد العام هنلاقي بنك الطعام هنلاقي يعني الزكاة 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 الأزهر اللي بيشوا عليه فخم اللي المام الأكبر هنلاقي الهيئات يعني هنلاقي المعدة قوم الأورام اللي تبع الجامعة القاهرة فهي مجموعة من الكينات اللي هي كلها بتصب فيه دعم المواطن الأقصى فيها يا جني وعشان كده هي ديات يمكن عمق التجربة ان يجاد في توقيت غاية في الصعوبة ان طبعا الدولة والمجتمع والعالم كله بيجر بأزمات الحصولية طاحنة منذ أزمة كورونا ثم الحرب الأوكرانية الروسية ودي كان لها توابع شديدة على المجتمعات على مستوى العالم ومسط جزء من العالم فسيلا بد أن يكون هناك تشاتف للجهود مع الدولة وجود الدولة أنه هو نحصل لرفع معناه عن كهل المواطنين والتخفيف من الآثار اللي هي تنفيذ قرارات الدولة والحكومة بتخدها دائما ولكن من هنا يمنشفها تحالف ليس بمنطقة معينة بعينها ولكن التحالف لمصر بحالة يعني التحالف والأنشطه بتشمل من أول حلاب وشلاتين لحد العالمين لحد مطروح لكل محافظات مصر استحالف أيضا من أنشطه متنوعة مش نشاط معين في أداء ولكن النهاردة ما بيشتغل في مجال التنمية الشغالين في مجال مثلا من دعم الفلاحين في مستثار الفلاحين اللي كانوا يعانوا المعاناة شديدة مش قادرين يزرعوا أراضيهم فلا بأنها من دعمهم خلينا أسألك هنا يا دكتور طلعت كيف يتم تحديد الاحتياجات في كل منطقة أو كل مسر قرية أو كل محافظة يعني هل يتم رصد هذه الاحتياجات ومن ثم يتم الترتيب والتنسيق للمساعدة ويعني إعطاء أو منح هذه الفئات الأولى بالرعاية أو المحتاجين ثم يتم يعني العمل يعني بهذا الصدد بطمن حضرتك أن يعني قبل التحالف ما يبدأ أو أول ما بدأ في مارس عشرين من خلال المساخ المساخ للعمل اللي تم كانت قاعدة بيانات على أعلى منطقة مؤسسة خياة كريمة مع وزنة اللون يعني هي تنقابة دارية يعني معلومات مدققة ويتم دايما تطويرها وتنقيتها ويعني بشكل دوري فلي عندنا قاعدة البيانات في كل خارية وكل عزبة وكل نجع يعني قاعدة كاملة جدا وتستطيع أنك أنت في غرفة العمليات في التحالف تتطلع على أي خارية في أي مكان على مستوى جميلة مصر العربية من الأربعاتية في سوية خارية حتشوف كل زرور كل قصة عاملة إزاي دخلها عاملة إزاي عدد أفرادها مشاكلها دي مسائح موجودة فما كانت في الشغل الشغل بيتم بسلوب علمي وليس بسلوب عشوائي ولكن بسلوب يميل إلى التخطيط بشكل كامل جدا فدية دي طبعا يمكن ديها فلسفة التحالف أنه مش كيان عشوائي أو كيان بتاع مناسبات ولكنه كيان مبنى على التخطيط وعلى العلم وعلى المعرفة وعلى الوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجية ويمكن نحن نعلم تجربة التحالف ما بدأ بيها طبعا قبل كده قبل التحالف كل جماعية بتشتغل منفردة في مكان معين ممكن تبعى خمس جماعيات كبيرة تشغل في قارية معينة أو في محافظة بينما القرى التانية أو باقي المحافظات التي تنعم بتلك الخدمات ولكن لما جاء تجربة التحالف هذا الأمر الانتهى أصبح فيه قريطة عادلة وطبعا بنركز فيها القاكلة المكانت بتنزل التحالف بيبقى فيها خدمة صحية فيها خدمة دعم نقدي فيها دعم عيني فيها حساء قرص عمل للأسر أكثر احتياجة زاو الأعاق كل كلام ده بيتم وقافلة قد تصل إلى خمسة مليون جنيه يعني قافلة اللي سابسة ملي لمدة يوم كامل واختيار هذه الخافلة واختيار هذه القرية بيكون بدقة شديدة جدا وليست فيها أي نوع وفقا لقاعدة البيانات المقافرة هذه الموجودة بشكل كامل أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا تحت عنوان قرى مصرية متميزة نماذج رائدة ونقاط مضيئة وسلت التقرير الضوء على بعض القرى الرائدة الموجودة في مصر ومميزاتها خصائصها الرئيسية وأهم الفرص والجوانب الإيجابية التي تحققها كل قرية منها مشيرة إلى أن مصر تحظى بوجود العديد من القرى التي تتمتع بميزة تنافسية مقارنة بغيرها من القرى تواصل لمبادرة ميت يوم صحة عملها في مختلف مناطق محافظة ضميات خاصة المناطق التي تشهد تجمعات المواطنين وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكري لأورام الثادي والأمراض المزمنة وتقدم خدماتها في التوعية الصحية وتثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتي نحن عندنا فرق مغطية أماكن كتير جدا في ضميات القديمة وضميات الجديدة وراس البل من 9 صباحا إلى 9 مساء نحن قسم تثقيف صحي وإعلام وتواصل مجتمعي موجودين معاهم عشان بنقدم خدمة التوعية وتقديم المعلومات حول خدمات المبادرات للجمهور والإجابة عن أي سؤال خاص بخدمات المبادرة تمام طبعا عندنا الخدمات اللي بتقدم عندنا إياس ضغط وسكر وإعتلال كلاوي ومبادرة أورام سرطانية ومبادرة صحة المرأة تمام كل ده طبعا بيتقدم بالمجان بالرقم القومي فقط تتواصل فعليات مهرجان العالمين الجديدة حتى السادس والعشرين من مغصص المقبل تحت عنوان العالم عالمين وتستمر فعليات المهرجان على مداري خمسة وأربعين يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعليات المهرجان التي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقة الترفيهية إضافة إلى حفلة غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم وحول فعليات مهرجان العالمين الجديدة وأهم هذه الفعاليات اليوم ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود أرحب بك وحدثنا عن أبرز فعاليات اليوم في مهرجان العالمين أرحب بكم ليلى ورجائي وبكل أصدى المشاهدين من مدينة العالمين الجديدة ولزالت أجواء مهرجان العالمين الجديدة موجودة في كل مناطق مدينة العالمين الجديدة وتحديدا في هذه المنطقة التي نتواجد بها في الممشى السياحي ومن خلف يعني المكان الذي يتم يعني تجهيزه من الآن لاستقبال أولى الحفلات الفنية للفنان تامر حسني والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وسيكون هذا الحفل هو الحفل الأول من الحفلات الفنية فضلا عن باقي الحفلات التي ستكون موجودة بحضور عدد كبير من النجوم المصريين أيضا ونجوم الوطن العربي نتحدث عن البداية ستكون مع الفنان تامر حسني ثم سيكون أيضا رغب علامة وإليسة وأيضا الموسيقار الكبير عمر خيرت فبالتالي هذا المكان يتم العمل فيه من الآن ليتم تجهيزه قبل الحادي والعشرين من يوليو الجاري ليتم استقبال حفل الفنان تامر حسني وأيضا هذا يأتي بالتزامن مع الإعلان عن فتح باب التذاكر والحجز من خلال موقع تذكرتي فبالتالي كل الأماكن هنا تتأهل لاستقبال الزائرين الذين يعني يستهدفهم المهرجان بقرابة مليون زائر وأيضا يعني فضلا عن أن مدينة العالمين تستقبل ما يقرب من أربعة ملايين زائر هنا أيضا لحظنا ورصدنا اليوم وجود عدد كبير من السائحين وأيضا من الزائرين من مختلف الدول العربية يتجولون في الممشى السياحي يلتقطون الصور خلف الأبراج الموجودة فنحن نقف الآن تحديدا ومن أمامنا أبراج العالمين التي تشتهر وتميز مدينة العالمين حيث تحتوي على ما يقرب من خمسة عشر برجا في هذه المدينة بالإضافة إلى أحد الفنادق الشهيرة والمميزة أيضا والمصممة على أحدى اثتراز في مدينة العالمين بالإضافة إلى الشواطئ التي تتواجد عن يميني وتميز أيضا مدينة العالمين بوجودها على شاطئ البحر المتوسط وأيضا هذه الفعاليات ستتضمن خلال الأيام القادمة استضافة أشهر عشرة مصممين الزياء في الوطن العربي فبالتالي مهرجان العالمين الجديدة يقدم يعني موسم صيفي متنوع بالفعاليات الترفيهية وأيضا الفعاليات الفنية لكل العشاق ولكل محب السياحة والتي يعني استطاعت مدينة العالمين الجديدة أن تكون على أولويات الدول والمدن السياحية الكبيرة وأيضا تستقبل كل زوارها في هذا الممشي السياحي الجميل الذي يمتد بطول 14 كيلو مترا بالإضافة إلى أيضا استعداد الشواطئ والمناطق الترفيهية نتحدث عن وجود المنطقة الترفيهية التي تقدم كل الخدمات الترفيهية للزائرين أيضا عن يساري وتحديدا أمام أبراج العالمين تتواجد السيارات وخدمات التحول الرقمي وخدمات المرور أيضا لمن يريد التعامل واستخراج بعض الشهادات أو يعني بعض الأوراق الرقمية هناك سيارات متنقلة يتم تقديم الخدمات من خلالها بالإضافة بالطبع إلى وجود سيارات الأسعاف إلى وجود أيضا التأمين كل الأجهزة هنا على أتم الاستعداد لتقديم كل الخدمات للمواطنين والزائرين خلال فعاليات مهرجان العالمين الجديدة الذي يستقبل مليون زائر ولازالت كل الزوار متواجدون في مدينة نعم إذن محمود سنتابع معك على مدار اليوم بالتأكيد أبرز الفعاليات أشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري محمود والآن ننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة نعم تنضم إلينا فيها الزميلة شروق عماد ددين أهلا بك شروق أهلا بك رجائي أهلا بك ليلى إذن مشاهدين ننتقل مع حضراتكم من أخبار السياسة لجولة اقتصادية جديدة محليا وعنم نشر المركز الأعلامي المجلس الوزراء تقريرا ضمن سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا بعنوان القطاع المصرفي مؤشر قوة وصلابة الاقتصاد تضمن التقرير إنفوغرافات تسلط الضوء على صمود هذا القطاع أمام الأزمات العالمية وتحقيقه مؤشرات ونتائج قياسية وذلك بعد تسع سنوات من السياسات النقدية والمصرفية الفعالة ورصد التقرير التغير الإيجابي في الرؤية الدولية للقطاع المصرفي المصري حيث أكدت وكالة فيتش أن أسعار الفائدة المرتفعة والاعتماد على سندات الخزانة توفر مصدرا مستقرا نسبيا للربحية للبنوك المصرية متوقعة تحقيق نمو قوي في القطاع المصرفي خلال العشر سنوات المقبلة انطلقت فعاليات مؤتمر سيملس شمال إفريقيا 2023 والذي يعقد تحت رعاية مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري وجامعة الدول العربية وخلال الفعاليات أشار المشاركون إلى أن استراتيجية البنك المركزي تعتمد على تقديم خدمات مالية أكثر سهولة للوصول للمناطق النائية وتحقيق الشمول والتوفير البيئة الحاضنة والإطار التشريعي الداعم لهذه الخدمات من إضافة إلى توفير الطلب اللازم على هذه الخدمات المؤتمر هذا المؤتمر الذي يعقده وينظمه البنك المركزي المصري يمثل رسالة قوية لاهتمام الدولة المصرية ممثلة في كافة أجهزتها بالتكنولوجيا المالية والتحول إلى مجتمع أقل استخداماً للنقد أكثر إقبالاً على التقنيات والوسائل الرقمية في السداد وإنهاء المعاملات المالية اشتراك البريد المصري في سيملس نورث أفريكا للسنة التانية التوالي أمر الحقيقة نحن بننظر له بأهمية كبيرة ملتقة للتكنولوجيا وتبادل الخبرات الحديث عن أي خدمات مالية حديثة أو شمولية لمجتمع أفضل لن تتأتى أبداً بدون دخول الهيئة القومية البريد نهاردة في سيملس شايفين من أول الكيانات الكبيرة كيانات بنكية بنوك عامة بنوك خاصة شايفين كيانات زي شركات أجنبية شايفين شركات نشأة في مجال الفينانشل تكنولوجي ستارتوب سكسيرة كل ده موجود معنا النهاردة في سيملس وده بيدل على تهييئ بيئة إن هي دعمة من أول الكيانات الكبيرة الملتي ناشنال لغاية الستارتوب سم ذكرت غرفة صناعة الحبوب اتحاد صناعات المصرية استمرار توريد القمح المحلي من المزارعين خاصة بعد زيادة سعر توريد القمح المحلي إلى ألف وخمسمائة جنيه للأردب وأكدت الغرفة ارتفاع مقدلة التوريد لما يقرب من ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف طن قمح محلي حتى الآن لافتة إلى أن البورصة السلعية ساهمت أيضا بشكل كبير في تنفير الأقماح للمطاحن بأسعار عادلة وأقل من الأسواق أعلن وزير الزراع والسلح الأراضي السيد القصير أن الإفراج عن مستزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي وأضاف القصير أنه تم الإفراج عن 6.5 مليون طن منها 4.5 مليون طن ذرة ومليون طن فول سوية وإضافات أعلاف وذلك بإجمالية 3.4 مليار دولار خلال الفترة من 16 من أكتوبر الماضي وحتى 13 من يوليو الجاري وفي سوق المال أنهت البرصة تعاملات جلسة اليوم بارتفاع الجماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع وسط داولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه وربيح رأس المال السوقي 5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.176 تريليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX 30 97 من 100 بالمئة ليغلق عند مستوى 17.512 نقطة كما ارتفع EGX 70 بنسبة 57 من 100 بالمئة ليغلق عند مستوى 3442 نقطة وصعد مؤشر EGX 100 بنسبة 58 من 100 بالمئة ليغلق عند مستوى 5112 نقطة وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الإمارات في ثاني محطة له ضمن جولة خليجية تركز على تأمين إمدادة الطاقة وتقديم تكنولوجيا الخضراء اليابانية والتقى كيشيدا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد حيث ناقش الزعيمان شراكة استراتيجية شاملة بين الإمارات واليابان ووقع عددا من الاتفاقيات في مختلف القطعات إمه وقت موسيقى انتهت جولتنا الاقتصادية لهذا اليوم وعودة من جديد إليكم رقائي وليلة شكرا لك شروع مشاهدين بأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية لم يتبق فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عنوين الرئيس سيسيا تلقى التهاني من الوزراء وكبار رجال الدولة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات الانتاج الهيدروجين الأخضر ويشهد مراسم التوقيع على اتفاقية لتطوير مشروع طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاك إدانة أوروبية واسعة لتعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب وسط تحذيرات من تضرور الملايين جراء الخطوة وبختم العنوين نصل معكم لختم نشرة السادسة في تمام التاسعة مشاهدين جولة إخبارية مجددة تأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري إلى الملتقى اشتركوا في القناة